عمر أخيراً لو عايزك توجه رسالة للشخص توجه رسالة لمن؟ بناسبة لنا موجود هنا في البيت الكريب أنا بحب كابتاً محمود جداً كابتاً محمود الخطيبة بحبه جداً شخصياً وأولاً يعني بدعيله طبعاً ربنا إن شاء الله يشفيه وإن شاء الله در ربنا دايماً يديم عليه الصحة يعني أنا بالنسبة لي كابتاً محمود تقابلت معاه مرات قليلة في حياتي ولكن دايماً بفتكرها ودايماً مبسوط لما بتكلم مع كابتاً محمود أنا في آخر مكالمة كانت بعد الأردن لما كسبنا وربنا كرمنا وكسبنا الدهب كابتاً محمود كلمني في تليفون كابتاً رقوف عبدالقادر داني تليفون قال لي كابتاً محمود فكنت مبسوط أول درجة إن أخذت التليفون وطلعت بره بعيدة عشان أقدر إن أخذ أكبر عدد أكبر وقت ممكن أنا أتكلم مع كابتاً محمود نهناني بالكاس وطمت عليها صحيتها على صحيته كمان عايز أقول بردو كابتاً خادر عن دالي من أعرب الناس اللي موجودين لي مش بس في البطولات اللي مع الناد الأهلي ولكن كمان في البطولات المختلفة في بردو دكتور أحمد سعيد يعني في موجودين أهلوية كتير سواء في مجلس الإدارة أو في جماهير الناد الأهلي أنا دايماً بفتكرهم وأنا يعني بحب بشكرهم جداً مناسبة لما حياتك نهاردة بشكرهم جداً على التواصل الدائم وبشكرهم جداً على الدعم اللي هما بيدهوني وبقول إن شاء الله أن إحنا هدفنا أن إحنا ربنا يكرمنا بمديليا عشان يبقى دايماً لواحد كده رد جميل يعني ترجمة نانسي قنقر